أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيدة القصير أكد أن مصر وضعت خطة لإدعم صناعة الأسمدة من خلال إقامة وتطوير المصانع لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية وخلال كلمة ألقاها وزير الزراعة نيابة عن رئيس مجلسة الوزراء مصطفى مدبولي الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي السنوي للأسمدة في نسخة الثلاثين أكد وزير الزراعة أن الدولة قد كثفت من جهودها نحو تعزيز الاستدامة البيئية في عملية إنتاج الأسمدة من خلال وضع خطة طموحة لخفض الانبعاثات حفاظا على البيئة والمناخ وأشار إلى أن مصر تعد مصدرا رئيسا للأسمدة على الصعيدين المحلي والدولي حيث تجاوزت صادرات الأسمدة المصرية نحو 6 مليارات دولار في عام 2023 وتحتل المركز الرابع عالميا ضمن الدول المصدرة لسماد اليوريا